في ختام الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي نظمت مبادرة القافلة الوردية إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان فعالية مستهدفة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن المرض في رحلة بحرية انطلقت مسيرة شكلت واحدة من محطات التوعية والأمل التي تقودها القافلة الوردية لتحمل رسالتها المجتمعية بمرض سرطان الثدي وزيادة الوعي حول طرق الكشف المبكر عنه وكيفية الوقاية والعلاج منه 31 أكتوبر آخر يوم في شهر أكتوبر الشهر العالمي الوردي للتوعية بسرطان الثدي خلال هذا الشهر حملة القافلة كانت مشغولة جداً كان عندنا العديد من الفعاليات التوعوية على مستوى دولة الإمارات ولكن حبينا أن نختم الشهر بأسلوب غير تقليدي رسالة مفعمة أكثر بالأمل لأن عندنا ناجيات يتكلمون عن تجاربهم طبعاً حلوها ومرهى لكن تعالجوا وطبعاً مثل ما دايماً هذه رسالة ننقلها على القناة التليزيون الشارجة 98% هي نسبة الشفاء إذا تم الاكتشاف مبكر تحليق وقفز حر بالمضلات هكذا وصلت القافلة الوردية نشر هدفها السامي لتكمل دورها في دعم ومؤذرة النساء المصابات بالسرطان بمشاركة الشركاء وعدد من المصابات والتي تعافينا من المرض هوات القافز طبعاً كلهم هوات تحدي الرمز الوردي هو بالنسبة لنا نحن رمز للتحدي وهذا اللي نحب ننشره من قبل وضع الشعار هذا على الطيارة أنا مريضة سرطان وأنا من الناجيات طبعاً وأنا أنصح جميع الناس لازم أن يروحون يفحصون كل ستة شهر إذا حسوا بأي شيء غريب بأجسامهم لازم يروحون لا يستهانون بهذا الموضوع أوجو الأولاد والأهل كلهم ويايا وأقفين يعني ما حسسوني أنه أنا بي فت شيء أو يعني صار أني فت نقص أو فت شيء يعني لا هذا وتواصل القافلة الوردية إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان جهودها في دعم المرضى وتوعية المجتمع إذ تستعد الجمعية لأكبر فعالية على مستوى الدولة للاحتفاء بالذين تعافوا من المرض عبر مسيرة لنحيا وذلك في نوفمبر المقبل اللون الوردي تزين جواً وبحراً وذلك ضمن برنامج القافلة الوردية الذي جاء حاملاً رسالته المعهودة حول التوعية المجتمعية بمرض السرطان وأهمية الكشف المبكر عنه لأخبار الدار ريم عيسى من إمارة دبي